أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل لافتا إلى حرص الرئيس وتوجهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كهل المواطنين والسعيد دائم لاحتواء أكبر قدر من تدعيات الأزمة والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية في سياق آخر جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وكذا جهود ضبط الأسواق تلبية الاحتياجات ومتطلبات المواطنين